يا شباب اليوم جاي بليكم اسهل طريقة ارسال التطبيقات اي لعبة تطبيق اي شي اي تطبيق او لعبة متثبت على الجهاز تريد ترسله لحاتف اندرويد اخر كيف الطريقة الحين بشرح لك اسهل طريقة واسرع طريقة عن طريق واي فاي اول شي يا شباب لازم تثبت تطبيق شيرت بس على الجهاز واحد ما يحتاج نكتب تثبت على الجهاز ادخل جوجل بلي وحمل هذا التطبيق على جهاز واحد فقط شيرت ننسى ما تشوفه شيرت اوكي بعد ما تثبت التطبيق الشيرت على الجهاز افتح تطبيق شيرت اوكي اذا فتح لك اعلان انتظر ثواني الاحين افتح افتح الوحة التحكم على الجهاز الثاني بعد واضغط على ضغطها مطولة على البلوتوث تأكد ان انت ونشغل وتضغط ضغطها مطولة راح يفتح لك بلوتوث لها هذا الشيخ الحين في تطبيق الثاني اللي فيه شيرت اضغط حلامة الزايد اضغط على الدعوة بعد ما تضغط على دعوة اختار بلوتوث بعد ما تضغط على بلوتوث اضغط على موافق وانتظر ثواني الان ما يحصل الجهاز حتى تنقل الشيرت للجهاز الثاني بصيغة EPK اضغط على الجهاز وانتظر ثواني او خمس دقائق لان ما ينقل الملف الـ EPK على الجهاز الثاني انا ما حملها من اول فما في داعي يحملها مرة ثاني راح يضغط على الغاء اوكي ناشي منشوفون وين تحصل الشيرت تفتح الفايل او مدير الملفات او تتحصلها في الشعارات اضغط على التذبيت اوكي بتروح على تنزيلات ابحث عن شيرت اضغط عليها اوكي اضغط عليها وانتظر ثواني لان ما يتم عمليات تذبيت ناشي منشوفون اضغط على التذبيت اذا فتح لك اه شي يعني هذا التذبيت في مشكلة اضغط على تذبيت على هاي حال بيطعلك شي خيار هيني تضغط عليها وتضغط على التذبيت الا كان في يعني يقول لك هذا التذبيق ناشي منشوفون هذا هذا تحلك هذا الرسالة اضغط مزيد من التفاصيل اضغط تذبيت على اي حال خلاص الحيط جاري عملية تذبيت راح الغيها فانا اختصر لان هذا الموبايل البطيء راح اختصر على الجهاز الثاني الحين بعد ما تثبت التطبيق شيرت على الجهازين افتح اه افتح شيرت على الجهازين اوكي افتح شيرت على الجهازين اه اضغط على اه ارسال تريد ترسل التطبيقات من هذا الجهاز للثاني اوكي اه اضغط حني اعطيش صلاحي الوصول الكامل للشيرت اوكي الحين اريد ارسل من هذا الحاتف لاخر اضغط على ارسال الحاتف الثاني اضغط على استلام استلام يعني اوكي اذا فتح لك هذا الخيار اضغط على اه افتح اضغط على السماح اضغط على السماح اضغط على السماح فتح لك هذا النافذة اوكي تعطيش صلاحي الوصول اوكي اضغط على التالي الآن اختار التطبيق اللي تريد تحمله مثلا راح اختار اي تطبيق مثلا راح اختار هذا البرنامج تريد دي تحدد برامج قسم التطبيقات نحن في قسم التطبيقات تقدر ترسل صور فيديوهات موسيقى ملفات اخرى فان اختار التطبيقات راح اضغط احدد مثلا اي تطبيق بهاذا الطريقة بس انا احدد تطبيق واحد ابين لكم الآن اضغط على ارسال بعد ما تضغط الارسال راح يفتحك هذا الكاميراي راح تقرأ هذا الـ power code بعد ما تقرأ الـ power code انت ثلاث ثواني راح يتم ارسال التطبيق مباشرة على الجهاز الثاني بامكانك يجدك تثبته والحين اضغط على اضغط على هذا الخيال الحين تم ارسال التطبيق جارة ارسالة التطبيق مثلما شيفون هذا الطريقة راح يستخدم الواي فاي راح يرسل الملفات الكبيرة او التطبيقات الكبيرة أو الإلعاب الكبيرة بالسرعة وسهولة لأنه رح يستخدم عن طريق الواي فاي بعد ما يتم إرسال رح تظهر التطبيق مباشرة وين التطبيق هذا هو التطبيق نفس التطبيق اللي رسلنا نقل الملفات اضغط على النصب وهنيرا وفتح لك هذا اعطيه صلاحية الوصول اضغط على خطوة للخلف الآن اضغط على النصب تثبيت رح يثبت البرنامج بهذه الطريقة ترسل الملفات بتطبيقات بسرعة وسهولة الناس منشوفوا خلاص تم إرسال التطبيق بهذه الطريقة تم إرسال التطبيق مثل ما شوفوا هذا هو تقدر ترسل أي تطبيق لعبة أي شيء الطريقة السريعة والسرعة هذا هو يا شباب الطريقة إرسال التطبيقات عن طريق واي فاي أو الواي في عن طريق برنامج شيرد ثبتنا على الجهاز ونقلنا التطبيقات وبس يا شباب إذا يجب المقضى اضغط لاك لفيديو إذا ما قد مشترك فقرنا اشترك فقرنا وفعل زرد بسم السلام ترجمة نانسي قنقر